السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي من جديد في قناة سعيدة العسري اليوم ان شاء الله كنقترح لكم حلوة لديدة وسهلة كتوجد بسرعة بلا مرشم و بلا طابع فخليكم معي انشوفوا المكونات دياله وطريقة التحضير ان شاء الله سنحتاجوا في هذه الحلوة 4 كيلو ديال زبدة مارغارين وانحتاج 20 غرام ديال سكر غلاسي او سكر سقيل مايوا يعدى الكاز ديال العنبة او اربع وانحتاجوا كاز عنبة ديال الزيت حسينه معلق ديال ناشا او مايزنا حسينه معلق ديال كوك او جوز لهند تحتاج كدالك حسينه معلق ديال كاكا والمر وحس الشي ديال فلان ديال كراميل حس شي ديال فاني وحس الشي ديال خاميره كيموية من فئة 8 غرام وغنحتاجوا كيلو ديال دقيق وبالنسبة للحشو غادي نحتاج جوز الهند او الكوك مطحون مزيان ونحتاج معاه الكمفيتور ديال المشماش وعلى بركة الله كنوضع الزبدة وكنضيف حليها السكر غلاسي او السكر سقيل وكنخلطهم مزيان مع بعض ديتهم من الافضل انا الزبدة تكون بحرارة المطبخ باش تساعدنا مزيان وكتطلق بكل سهولة كنستمر بهالطريقة ونخلط مزيان السكر غلاسي مع الزبدة حتى تتولي على شكل كريمة هنا غادي نضيف قبيصة ديال الملحة باش نعادل بها المدق ديال الحلوة فقط نضيفت كذلك واحد الصاشي ديال فلان كراميل واحد الصاشي ديال فاني فلان كراميل صراحاك يضيف واحد اللي بنا الحلوة ودبا كنضيف الزيت شوية بشوية وغادي نخلط مزيان حتى نساجمو هاد مكونات مع بعدياته كنستعمر في التخليط مزيان بهالطريقة وحتى ترجع لي المكونات كاملة على شكل كريمة صراحة هاد الحلوة كتجهشيش وبنينا كنصحكم انكم تجربوها اكيد عادي تعجبكم بعد ما خلط الزبدة مع المكونات اللي عندي كاتولي فحل كريمة كيف كتشوفو دا بغادي نضيف واحد جاج حبات ديال البيض اللي انسيت ما اذكرتم شي مع المكونات هنخلطهم مزيان حتى نساجمو لي مع الزبدة ومع باقي المكونات هنا غادي نضيف جوج معلقة ديال الكوك او جوز الهند واضيف جوج معلقة ديال الناشا وحتى الناشا كتضيف واحد الهشاشة الحلوة ولكن اذا ما توفرد شي ماشي مشكل غادي نضيف جوج معلقة ديال الكاكاو المر ونخلط مزيان حتى نساجم هاد الكاكاو مع باقي المكونات واخيرا غادي نبدأ انضيف الدقيق شوية بشوية ما غادي شي نضيفه مرة واحدة هنا اضيفت الخاميرا كيموية وعنخلط شوية بشوية بيدي بها الطريقة كنحاول اناني اندخل دقيق شوية بشوية الكمياد الطحين اللي غا نحتاجه كتبقى على حسب النوعية دياله ولهذا ما كنضيفه شي دقيق دفعه واحدة وانما شوية بشوية وانحنا كنخلطه حتى نحصله لعجينة رطبة ومرخوفة كيف كتشوفه الشيشة ورطبة فهاد الاثناء غادي نمشي نوجد الحشو اللي غادي نحتاجه للكوكم طحون مزيان وغادي نحتاج معه كونفيتور ديال المشماش في حالة لا ما بغيتوش يستعملوا كونفيتور يمكنكم تجمعوه بنسلي كراميل انا اضيفت معه هنا يا واحد ملعقة ديال ماداق ديال الكراميل هنخلط هاد الكوكم زيان حتى ينساجم ويولي ارتب ومتماسك هنشكل منه كويرات صغيرة كما كتشوفو بهاد الحجم هادا وغانبدا نشكل حلوه ديالي كنناخد جزء صغير من العجين ونبسطو في يدي ونوضع في الوسط كويرات ديال الكوك ونقفل العجين كما كتشوفو طريقة ساهلة ما كنحتاجو لا مرشم ولا طابع غيب هاد طريقة كنوضع الحشوة وكنقفل عليها وكنستمر بها الطريقة حتى تنسى العجينة كاملة ومن بعد ما سريت الكويرات ديالي كاملين كان دخل الفران اللي عندي مسخن على 180 درجة كان طيبة من الاسفل عدن حمره من وجهها ونبعد ما طابط كنسخن كونفوتيوغ مع جوج معلقة ديال السكر ونوضع فيها الحلوه ديالي ونحركه شوية باش تشرب الكونفوتيوغ ثم انمرره في الكوك او جوز الهند انا زينت بها الطريقة واذا بغيت تزينها بالشوكولات فانتم لكم حرية لاختيار هستمر بها الطريقة احتنسى للحبة ديالي للحلوه كاملين وهذا هو الشكل نهائي للحلوه ديالي جربوها اكيد غادي تعجبكم كجي رائع في الشكل والمدق كانت من انا الفيديو ديالي كنا الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليها باللايك والتعليق ديالكم دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة